الظروف الصحية لمحمود عصام الطالب والفرقة الرابعة بكلية تربية الرياضية بالإسماعيلية جعلته من أوائل المستفيدين من خدمة التأمين الصحي الشامل لإجراء عملية مع خدمة الرضا المنتفعين إحدى الخدمات المستحدثة في منظومة التأمين لمساعدته في حل مشكلاته وهي اكتياز امتحاناته داخل المستشفى رحت المستوى صفتاح بسوير مكاني وفرودي التأمين الصحي الشامل وجدت المستشفى الحمد لله وبتعمل معاملة كويسة الحمد لله كلها تبقى التأمين الصحي الشامل نعمل عملية إن شاء الله بتاعت كسر الحوت هذا المجمع الطبي بالإسماعيلية واحد من بين ثلاثة مستشفيات بالمحافظة به أكثر من خمسة وعشرين تخصصا نادرا ودقيقا يعد أول نواة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بعد تدريب الكوادر الطبية المجمع هنا بيقدم خدمات طبية لأكثر من ثلاثين تخصص في تخصصات جراحية وجراحات متخصصة زي جراحة القلب والصدر والجراحة المخ والأعصاب جراحة الأطفال والأوعية الدموية والحروق والتجميل وفي تخصصات أخرى غير جراحية زي البطنة والأطفال والسكر والجهاز الهضمي والمناظير بعد نجاح منظومة التأمين في محافظة بورسعيد كمحطة أولية تأتي الإسماعيلية لتكتمل المرحلة الأولى للمنظومة في ست محافظات خلال عام 2022 وهنا استعدت محافظة الإسماعيلية لهذه المنظومة من خلال تجهيز ورفع كفاءة أربعة وخمسين مركزاً ووحدة صحية واثنى عشر مستشفى منظومة تأمين الصحي الشامل هي هداية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري أنا شايف أن المشروع التأمين الصحي الشامل لا قل أهمية عن المشروعات القومية التي تمت في مصر مرحلة السابقة لأن ده حلم كان كلنا كمصريين بنحلم به تغطية صحية شاملة خدمات صحية زاد جودة عالية تمتع بها المواطن المصري تحفظ كرامة المواطن المصري محافظة الإسماعيلية استقبلت عبر منصاتها الأوراق المطلوبة للانتفاع بالمنظومة من المستفيدين حيث بلغت نسبة التسجيل أكثر من 80% من إجمال سكان المحافظة لتكون الرعاية الصحية متاحة للجميع رحت التأمين وكشفت وحولوني عليها جيت هنا نبيرها الحمد لله استقبلوا استقبل حلو ونظافة وكله بصراحة بسم الله ما شاء الله تغيير مفصل كامل دفعتش أي حاجة دفعتش ولا جنيه أول ما جيت أعملوا الإشعاعات وعملوا للسحليل والنهاردة كنت بعمل إشعاعات تحت وعملوا للسحليل برضو عشان يجهزون للعملات دخلت بالبطاقة عملوا للتسكرة وعملوا لللازم وطلعت على طول على الدخلي وأم معاه بكل حاجة من غير بدون مقابل تعد منظومة التأمين الصحي الشامل رؤية الدولة في توفير خدمات ورعاية صحية متكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بأعلى معايير دولية خلال عشرة أعوام فقط